قال ولي البخاري عمّر داسل الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله وفي رواية لا يعبأ الله بهم نعم فيه أنه كل ما تأخر الزمان يقل للأخيار ويكثر الأشرار والغرض من هذا أن تأخذ حذرك إن تأخر بك الزمان تأخذ حذرك فتلزم ما عليه الأخيار وتترك ما عليه الأشرار تأخذ ما عليه الأخيار وإن كانوا قد ماتوا تتبعهم تتمسك بطريقهم وتترك ما عليه الأشرار وإن كانوا كثيرين لا تدخل معهم هذا يحتاج إلى صبر لأن اعتزال الناس يحتاج إلى صبر وثبات ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم المهم من هذه الأحاديث فيها الحث على اعتزال الفتن وعدم المشاركة عدم المشاركة فيها ولزوم جماعة المسلمين والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة تمسك بذلك هذا طريق النجاة لمن وفقه الله عز وجل لا تغتر بالغوغة ولا تنخدع بوعود الكفار وحصول الحرية كما يقولون والديمقراطية هذه كله كذب مواعيد كاذبة ما يحصل الخير إلا بالإسلام مهما قالوا الخير ما يحصل إلا بالإسلام والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين والسلف الصالح ما يحصل الخير إلا بهذا أما الفوضى والوعود الكاذبة وما يحصل من وعود الكفار وتزيين الكفار هذا أرفضه رفضا تاما ولا تلتفتوا إليه لأنه شر وفتنة وضلال نعم